يشهد سوق الخضار ارتفاعا غير مسبوق وصل معه سعر كيلو الطماطم إلى أكثر من 700 ريال فيما سعر كيلو البطاطا الواحد وصل إلى 600 ريال وكذلك نوع الخضروات ولأسباب عديدة تتعلق بإعدام المشتقات والنقل وتوقف الزراع ما لم يكن متوقعا ولا يتمناه المواطنون أن تنضم إلى مصفوفة الغلاء الخضروات التي ارتفعت أسعارها كثيرا حيث بلغ سعر الكيلو الطماطم ما بين 600 ريال و500 ريال والبطاطس إلى 500 ريال وعدد من أصناف الخضروات المستهلكة بشكل يومي وأساسي نعاني هذه الأيام من ارتفاع الخضرة بشكل عام كالطماط والبطاطس يعني زادت أسعارها من قياس كبير حيث نوصلت سلطماط إلى 10 ألف ريال 9 ألف ريال والبطاط إلى 8 ألف 7 ألف ريال لهذا الحد وصل الأسعار كلها الخضرة بشكل كبير ارتفاعات أسباب هذا أنه إعدامة ديزل إنقضاعة ديزل لمادات المحروقة حدم تشجيع المزارع ما بش دعم المزارعي الموسم الأول قدم شهرين جاء ضريب البرد أحرق لكل المزارع يعني السبب هذا ارتفاعات الخضرة بشكل عام والمواطنين كلهم حالة أعبانة بيعاملوا من هذا السعر تأخر موسم الأمطار عامل بارز في زيادة أسعار الخضروات التي لجأ مزارعها إلى ريها عن طريق الآبار وكذلك شحة توفر مادة ديزل في بعض المحافظات وارتفاع أسعار الوقود وأجور التوصيل وزيادة الرسوم الضريبية في بعض المناطق على المحاصيل الزراعية بشكل عام بحسب مزارعين الخضروات والكل مرتفعة بشكل عام الكيلو والطماط والبطاط وغيرها كان من 150 ليال الآن 350، 400، 500 كل يوم له ارتفاع على مستوى الصلطة كانت الصلطة بأي تشير لك بمية بمية وخمسين باغة وذا الآن ما بيش روحش لها بمية وخمسين يقول لك ما بيش بميتين وذا لا يفعل لك حبة حبة من قول الحياة بمية وخمسين سلوى معدها حتى مكفها الواحد المهم لكم بايعين الله لا عاد به لا ذا ولا ذا ولا الله معد به حياة رخيص والسبب هو في النقل الديزل البترول سبب النقل والمزارع لا مطر ولا حياة الخضروات هو يرجع لهذه الأيام للمزارعين لأنه ما بيش كفاءة مزارعين يدوح يعني مزارعين ببناء وقت منظم بينزل بعض الحياة القلوة طماطلة مية وخمسين وبيجي كمية كاملة من تهامة من صعدة من هنا وإذا ما فيش بعض الحياة بيجي بينقطع مرة واحدة يطلع على القلوة الستيمية يعني هذا يدوح على مزارعين ما بيش كفاءة ما بيش دورة يدعمهم مهما كانت أسباب ارتفاع أسعار الخضروات تظل هناك حلقة مفقودة في معرفة التصاعد والانقفاض المتكرر والمتقارب زمنيا لأسعار الخضروات قد يكون ضمن ساعات محدودة وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام ترجمة نانسي قنقر